تواصل المجمعات الاستهلاكية وجمعيات التعاونية ومعارض أهلا رمضان توفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد من خلال فروع منافذ البيع التابعة لوزارة التموين وبمشاركة القطاع الخاص ويأتي هذا في إطار توجيهات وزارة التموين لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لدينا خمسة ميلي ماركت موجودين في مدن المحافظة طبعاً يتم فيه معرض الأسعار بأسعار مخفضة سواء لحوم، دواجن، فراخ، رز، دقيق، مكارونا جميع الأسعار للسلع الأساسية وكمان تعملت عدة مبادرات تخطط العشرين مبادرة منهم تبع جهزة الشرطة لكلنا واحد مع مباحث التموين ومدرية التموين وذي تعملت برضو على أكثر من 11 مبادرة منهم وتعملت معارض أهل رمضان في أكثر من 15 مبادرة تانية تعملت على أرض المحافظة واشترك فيها التجارة الشرفاء وبهتم مراجعة الأسعار كلها عن طريق مدرية التموين ومباحث التموين احنا شعر رمضان بالذات المصرية بيبقى فيه استعداد خاص بالنسبة للسلع وتوافرها وخاصة في ضوء الفترة اللي هي اللي فاتت ديتها وبدأت الأسعار تحت فيه تحرك في الأسعار برا فاحنا طبعا اهتمينا بأن احنا نكسف العرض عشان طبعا نقدر نحافظ على آليات السوق طبعا والله بالنسبة لي هنا في المكان ده ما فيش آزمة واخد لبال حضرتك بالنسبة للأسعار برضو النفس اللي بيعلنوه هو اللي بيبعوه الأزمة دية بيعملوها تجار الجملة اللي برضو ده بالنسبة للعام جمهورية مصر العربية أنا بتكلم مش على المنطقة هنا لكن بالنسبة حتى فروع الهايبر ده من ساعة ما بدأ وهو متميز برضو ايه انه يجيب السلع بأسعار مناسبة للمواطن